تحياتي أعزائي أكمل مناقشة softening أو hardness removal وصلنا إلى هذا المثال هنا هذا المثال يقول find total hardness لاحظ اليونت هنا in milligram liter as CO3 محسوبة بال milligram letter reported as أو معبر عنها بال CACO3 انتبه دائما لليونت للهاردنس دائما انتبه يونت الهاردنس milligram liter as CO3 of water containing إلى ما يحتوي على هذه مجموعة الآيونات اللي موجودة في الماء الظاهر أنه هذه عينة ماء أخذنا سامبل أخذنا سامبل أو عينة من ماء كأن يكون نهر أو بحيرة أو أي أن كان نريد نعرف total hardness إليه سوينا لها تحليل لكل آيون على حدة لاحظ هنا إذا نريد نحسب إذا نريد نحسب total hardness الطريقة اللي راح تصير هنا هي الطريقة الأولى اللي شرحناها إنه نحسب الآيونات separately بشكل منفصل فالكالسيوم 80 الميجنيسيوم 30 الليد 160 العيرن أو الفرك 50 ميلي جرام لتر صوديوم بوتاسيوم إلى آخره فالمطلوب منه إنه نحسب total hardness واضح هنا إنه الhardness تجي من multi-valent cations من multi-valent cations وهنا الكالسيوم الميجنيسيوم وبالتأكيد الرصاص والحديد هنا ليش؟ لأنه multi-valent cations وإلا صوديوم والبوتاسيوم أيضاً cations ولكن لأن mono-valent لأن كلهم mono-valent يعني charge بها أو valent أو الشحنة عفوا charge بها أحادي مو متعدد مثل العيونات الأربعة الفوك فاللي راح نسوي أنه نجمع هذا ولا طبعاً ما نقدر نجمعهم بشكل مباشر لابد أنه نحولهم إلى ميلي equivalent ليتر انتبه هنا أنه أنت جايشوف أربع أنواع من الآيونات هي اللي تسبب العسرة عادةً بالطبيعة مثل قمي بتركيز ليد بهذا المستوى العالي جداً ولا الحديد كذلك 50 ميليغرام ليتر بس هنا هي هذا مثال حتى نوضح من ينتجي العسرة مجرد مثال حتى تبين من ينتجي العسرة وإلا في الطبيعة مثل ما قلنا الكالسيوم والميغنيسيوم هم يعني هم اللي يسببون الهاردنس بشكل واسع أكثر من غيرهم فلاحظ هنا راح نحاول ننحل هذا السؤال أجينا بالبداية convert to ميلي equivalent letter فالكالسيوم التركيز ما الت 80 راح نقسم على الإكويفلنت ويت الإكويفلنت ويت من حسبه من خلال تقسيم الملكل ويت على على الفالنت الملكل ويت 40 انتبه إلى عفوا هذا الجدول هذا الجدول بالإكواجي شيء equations and table شيء لاحظ الكالسيوم المفروض الكالسيوم هنا عفوا كالسيوم 40 انتبه الكالسيوم 40 الماغنيسيوم الماغنيسيوم أيضا 24.3 فاللي نسوي إحنا الآن عفوا اللي نسوي الآن أنه حتى نطلع الإكويفلنت ويت نقسم الملكل ويت على الطبعا هناك الكالسيوم لما يتفاعل يكون هناك 2 2 الكترونات راح تدخل بالتفاعل أو هي راح تنتقل حتى تكون المركبات اللي تفاعل المركبات اللي تضمن الكالسيوم فهنا طلع عندي 4 ميلي كويفلنت الماغنيسيوم الماغنيسيوم انتبهنا أيضا التركيز هو 30 المعطى 30 يتقسم على ملكل الويت ديفايد باي بالنت هذا اللد أيضا انتبه هذا اللد اللد أيضا اثنيا هنا اللد أيضا اثنيا هنا لاحظ ف160 قسم على هذا 207 هذا جبناه من التيبل أيضا يطلع هذا الرقم لللد وهذا الرقم للفيرك فبشكل عام اللي راح نسوي الآن كلهم بالميلي اكويفلنت الثلاثر الآن كل هذه التراكيز للأربع للأيونات الأربعة المالتي فالنس المالتي فالنس كاتيونس كلها بالميلي اكويفلنت الآن ممكن انه نجمعهم كلهم فنجمع هذول الأربعة راح يكون 10.69 وال10.69 ممكن نحولها convert to ميلي جرام لتر السي اي سي اثري هنا هو بالميلي اكويفلنت لتر راح نضربها بال50 ميلي جرام لكل ميلي اكويفلنت هذا الذكر هذا ال50 هو الاكويفلنت ويت الوزن المكافئ الاكويفلنت ويت للكالسيوم كاربونات هذا كاربونات الكالسيوم فالنتيجة 535 ميلي جرام لتر السي اي سي اثري انتبه لازم مادام ضربت بال50 مادام حولت لل سي اثري لازم تذكر ميلي جرام لتر السي اثري لانك يعني ما تقدر تقول ميلي جرام لتر او تسكت لازم اتحدد شون سويت لها ريبورت او باش ضربت ها يعني اي شخص اذا تنطي هذا الرقم تقول ميلي جرام لتر سي اي سي او ثري راح يعرف بانه انت حولت كل ايونات اللي تسبب العسرة الى ميلي اكويفلنت لتر وجمعتهم فهذا حل المثال اللي ذكرنا اللي يبين شون تنحسب total hardness وشين اليونت اللي نستعمله وشين اليونت اللي نستعمله طبعا انتبه هنا من الضروري انه نحسب الالكالينيتي من الضروري انه نحسب الالكالينيتي في عمل تنقية المياه راح نشوف تو المستقبل انه الالكالينيتي هي العنصر الأساسي في في ترسيب في في العفو في العفو فضروري الكون نفهم شنو معنى العفو الذكروا دائما العفو القدرة على معادلة الحوامض القدرة على تخفيف أو معادلة الحوامض عادة تجي العفو لها ثري فورمز ثري فورمز أو ثلاثة أشكال ثلاثة أشكال لاحظ هنا انتبه انتبه هنا ثلاثة أشكال لها العفو ممكن نشوفها بشكل أو جدول عفوان ممكن نعم هنا هنا ممكن نشوفها فانتبه هنا ممكن نشوفها ممكن تكون كاربونات ممكن تكون باي كاربونات أو ممكن تكون ممكن تكون أيضا حايدروكسا ممكن تكون حايدروكسا كلهم هذول العناصر الثلاثة كل هذول العناصر الثلاثة البايكاربونيت او الكاربونيت انتبهنا كلهم البايكاربونيت او الكاربونيت او الهايدروكسايل كلهم ممكن يتفاعلون مع الهايدروجين ويخففون تركيز الهايدروجين اذكروا دائما الاسيرتي او الحامضية تجي من تركيز ايون الهايدروجين ثلاث ايونات بالماء عادة ثلاث ايونات بالماء ممكن تتفاعل مع الهايدروجين وتخفف تركيز الهايدروجين حتى ينتج عندي حتى يتخفف عندي الحامضية او الاسيدتي فممكن نحسب الالكاربونيت بهذه الطريقة تركيز البيكاربونيت زائد تركيز الكاربونيت في اثنيا زائد تركيز الهايدروكسايل ناقصا تركيز الهايدروجين اللي موجود اهنا اذا كانت اليونت مول لكل لتر اذا كانت اليونت اكويفلنت بير ليتر اكويفلنت بير ليتر لا راح ما راح نحتاج نضيف اثنيا ما راح نحتاج نضرب في اثنيا الكاربونيت راح يكون كله بالملي بالequivalent letter bicarbonate, carbonate والhydroxyl نقص منها الhydrogen فالذكر دائما هذي انه ثلاث أشكال للalkalinity ثلاث أشكال للalkalinity البicarbonate الكاربونate والhydroxyl والhydroxyl ثلاث أشكال للalkalinity طبعا رح يعتمد على الPH رح يعتمد بشكل كبير على الPH الPH للمياه اللي ناخذها المياه السطحية أو المياه الجوفية اللي ناخذها حتى نعالج بها حتى نعالجها ونضخها للمدن تكون عادة ضمن هذا الرانج بين 5 و9 عادة من 9 إلى 11 يعني عادة مياه صناعية أو هذه لاحظة هنا مياه قلوية جدا هذه هنا مياه قلوية وهنا بعد أكثر أكثر من 11 فعادة تكون هذه ضمن ظروف أخرى ضمن ظروف صناعية أكثر ما تكون بالظروف الطبيعية هذا مستوى الPH للماء في هذا المستوى في هذا المستوى يكون التركيز الحاكم أو التركيز الطاغي للالكالينتي هو البايكاربونيت التركيز الطاغي هو البايكاربونيت أعتقد أن الشكل هنا نعم هذا فلاحظ هنا لاحظ هنا تقريبا بهذا الرانج بهذا الرانج إلى حد تقريبا 8.5 أو 9 كل أو معظم الالكالينتي هي HCO3 معظم الالكالينتي HCO3 ربما نسبة قليلة CO3 هذا هنا CO3 CO2 كذلك نسبة قليلة وإن كان لما ينزل يصير يصير رقم لما ينزل الPH كلما ينزل الPH يكبر تركيز CO2 الهايدروكسايل الهايدروكسايل أيضا قليل جدا أيضا قليل جدا ويبقى صفر يعني يبدي يكثر فقط وراء التسعة وراء الPH تسعة وبالتالي على هذا الأساس لما تشوف الPH لما تشوف الPH نرجع للسؤال هنا لاحظ بالإكزامبل هذا الPH كان 7.5 إذا ما دام الPH 7.5 إذن كل الالكالينتي هي HCO3 يعني حتى لو ما أكتب لك هنا HCO3 بس أكتب لك الكالينتي المفروض تعرف أنه كل هذه الالكالينتي اللي موجودة هي HCO3 هي باي كاربونيت فانتبه فانتبه إلى صيغة الالكالينتي من خلال الPH من خلال الPH وبكل شغل تنقية المياه مياه الشرب كل شغل تنقية مياه الشرب ما دام المصدر إما مياه جوفية أو مياه سطحية عادة يتكون يعني في الأعم الأغلب يكون الDominant form of الكلينتي هو الHCO3 الشكل الحاكم أو الشكل الطاغي لل الكلينتي هو الباي كاربونيت مثل ما تشوف هنا بهذا المخطط لاحظ تقريبا مية بالمية النسبة تكون تقريبا في بعض المراحل هي HCO3 نسبة عالية جدا إسمعوا عن الحرد جد حرد طال حرد total hardness دوس اكول بالتو كاربونيت حرد لس رس جدا كاربونيت حرد ض Lأس نالم كاربونيت حرد يعني عسرا كاربونية و عسرا غير كاربونية عسرا كاربونية و عسرا شنو غير كاربونية شن العسرة الكاربونية وشن العسرة غير الكاربونية ممكن نشرح أكثر إذا تحاولون نفتج جدول للمقارنة ما بين العسرة الكاربونية والعسرة غير الكاربونية تخلي أشوف إذا أقدر هنا فهذه الـ CH الكاربونيت أخلوا ببالكم هنا أول فرق تكتبونه الكاربونيت can be removed by heat ممكن أنه تزال بالحرارة ممكن أنه تزال برفع درجة الحرارة إلى الغليان فتترسب على الجدران أو أسطح المكان الذي ينغلي به النون كاربونيت هاردنس ممكن إزالتها بالحرارة هذه نسميها الـ Temporary Hardness بشكل عام الكاربونيت هاردنس نسميها الـ Temporary Hardness العسرة الموقعة هنا بالنون كاربونيت نسميها الدائمة النون كاربونيت عفوا النون كاربونيت هي الـ Permanent العسرة الدائمة الكاربونيت هاردنس تجي من الـ Reaction من التفاعل ما بين واحدة من العناصر اللي يسبب العسرة مع الكاربونيت أو الـ Bicarbonate مع الكاربونات أو الـ Picarbonate هنا لا بالنسبة للنون كاربونيت هاردنس تجي من تفاعل واحد من العناصر من عناصر اللي يسبب العسرة مع الـ Sulfate أو الـ Cloride أو غيرهم من العناصر الأخرى غير الكاربونية هنا Form Scale هذه تشكل قشرة قشرة داخلية عادة في الأماكن اللي تواجد بيها هنا أيضاً أيضاً هذه واحدة من الاختلافات أنه الـ Non-Carbonate Hardness Needs Soda Ash to Remove لما راح نشرح شون طريقة الإزالة راح نشوف أنه الـ Non-Carbonate Hardness تحتاج إلى مادة كيميائية اللي هي سوداء حتى انوخرها فمثل ما قلت هذه نوعين من العسرة Carbonate والـ Non-Carbonate Hardness Hardness الـ Carbonate والـ Non-Carbonate Hardness طيب هنا نجي إلى مثال هنا نجي إلى مثال مطلوب الـ Carbonate والـ Non-Carbonate Hardness of Water containing يعني هنا يريدنا نستخرج كمية العسرة الكاربونية والعسرة غير الكاربونية إلى ما يحتوي على الآيونات التالية فهنا شوي ركز بالنسبة لل التراكيز اللي قدامك بالبداية كلها محسوبة بالPPM أو مكتوبة بالPPM ولازم تذكر أنه Part Per Million أو PPM هي نفس الميليغرام لتر مدام نتحدث عن الماء موسى إلى آخر فالPart Per Million أو جزء بالمليون هي نفس هالميليغرام لتر هي نفس الميليغرام لتر لاحظ هنا أنه عدنا آيونات عدنا آيونات المالتي فالنكاتيون اللي هي الكالسيوم الماغنيسيوم والآيرن لأن كلهم يسببون العسرة عدنا أيضا صوديوم أو بوتاسيوم عدنا صوديوم أو بوتاسيوم وعدنا أيضا كلورايد أو سالفيد أيضا عدنا alkalinity عدنا alkalinity كاتبينها فقط alkalinity ولكن أيضا كاتبين pH الPH هنا 7.5 الPH 7.5 أنت انتبه ماذا 7.5 ماذا مشي أقل من 9 أو 8.5 أو 8.2 يعني 8 وشوي أو 9 حتى لو توصل إلى 9 يكون عادة alkalinity هي HCO3 يعني يعني أقدر أستبدل هذا الرقم أو هذا الاسم أخلي بمكانه HCO3 أو البي كاربون فحتى حتى أحل هذا المثال حتى أحل هذا المثال خلي شوف إذا أقدر أكتب هنا أو احتمال لكون عندي أحل 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 أعتقد هنا ممكن هنا تركيز الكالسيوم الماغنيسيوم عشري عفوا ثمانين ثلاثين ثمانية وسبعين خلي نتأكد ثمانين ثلاثين ثمانية وسبعين سبينيتو آه بلي نعم هو هذا التراكيز هنا اللي قد تشوفوه وإذن اللي نسوي نحن عادة نسوي جدول مثل هذا نسوي جدول نكتب هنا الكمبونت يعني الآيونات ممكن نسطرها بهذا الكالوم كالوم ثاني نخلي بيه محسوب بالميلي جرام لتر التراكيز محسوبة بالميلي جرام لتر اللي هي هذه التراكيز اللي هي هاي التراكيز اللي تشوفوها سواء part per million أو ميلي جرام لتر هاي اللي تشوفوها ثمانين ثلاثين ثمانية وسبعين آه اثنين وسبعين هاي طبعا آه هاي مش طوبة الرصاص الرصاص مش طوبة هنا باعتبار تقريبا هذا المثال مثل المثال السابق ولكن هنا نريد انتبه هنا نريد الكاربونيت هاردنس والنان كاربونيت هاردنس فنكتب الاكويفلنت ويت لكل واحد منهم نكتب الاكويفلنت ويت لكل واحد منهم هالطريقة طبعا التسهيل العمل ونجي نقسم الكنسنتريشن بالميلي جرام لتر على الاكويفلنت ويت اللي محسوب بالميلي جرام ميلي اكويفلنت يطلع عندي الكنسنتريشن بالميلي اكويفلنت لكل لتر مثل ما تشوفون اللي نسوي بيج حالة الافضل اللي نسوي بيج حالة انه نرسم هذا البارت شارت نرسم هذا البارت شارت اللي نسمي ميلي اكويفلنت لتر بارت شارت هذا البارت شارت نسمي ميلي اكويفلنت لتر ميلي اكويفلنت لتر بارت شارت فاللي نسوي عادة اللي نسوي انه احنا انتبه الى هادي الملاحظة اريد تكتب هاي الملاحظة فور the part chart او اللي نسميه milliequivalent milliequivalent per liter chart constructed by listing the cations in the sequence of calcium magnesium يعني هذا السيقونس او هذا الترتيب التراتب اللي يتخلي بي الايونات هذا التراتب اللي يتخلي بي الايونات الموجبة الايونات الموجبة وهنا هذا التراتب اللي يتخلي بي الايونات السالبة يعني تخلي الكالسيوم بعدين الماغنيسيوم بعدين الحديد السوديوم البوتاسيوم في حين الايونات في حين الايونات السالبة الآيونات السالبة تخلي عفوا هذا خطأ هنا 2- 2- هذا هنا انتبه غير هذا فتخلي CO3 2- بها الكترونين الكاربونيت ممكن يعطيه 2 الكترون بعدين تخلي البايكاربونيت بعدين تخلي السالفيت بعدين تخلي الكلورايد بعدين النيتريت وبعدين الفلورايد فهذا التراتب المفروض السجلة او تحفظ شون يعني على اي اساس ترتب الميلي اكوويلنت بر ليتر بار شارت فعندي كالسيوم الكالسيوم لاحظ هنا 4 4 ميلي اكوويلنت لتر خليت هنا 4 بعدين ايجي عندي الماغنيسيوم 2.5 2.5 لاحظ هنا ف2.5 يضافي الى 4 يصير 6.5 فكل ما اضيف اجمع مثلا هنا الحديد 4.2 اضيفها لل 6.5 يطلع عندي 10.7 وكذلك السوديوم وكذلك البوتاسيوم بعدين اجي ارتب الانيونز الانيونز جوه الانيونز تيجي جوه عادتا فما عندي كربونات CO3 ما عندي عندي HCO3 لازم ابدو بيها خليتها 5.2 عفوا لا 4.3 الانيونز اخلي بعدين الاس السوفيد اللي هي عفوا 5.2 فتنضاف الى 4.3 يصير 9.5 المجموع واخلي الكلورايد عادة عادة الكاتيونز يكون يكون مساوي او مقارب جدا للانيونز وهذا طبعا شي طبيعي لان الماء في حالة توازن الماء في حالة توازن والتفاعل ما بين الكاتيونز والانيونز يكون بشكل مركبات فالان شون نستخرج التوتال هاردنس شون نستخرجها الآن من البار شارد وراح نحسبها بالميلي اكويفلنت لتر لان بعدين فيما بعد الحساب تحويل الميلي اكويفلنت لتر ميلي اكويفلنت بر لتر الى ميلي جرام لتر السي اي سي او ثري صار عندنا سهل المفروض مجرد نظروها في 50 يتحول إلى ميلي جرام لتر آس سي اي سي او ثري الآن كل حساباتنا خلينا نخليها بالميلي اكويفلنت بر ليتر فإذا نريد نحسب التوتال هاردنس رح نشوف أنه الكالسيوم الماغنيسيوم والآيرن هم ذولة فقط اللي يسوون الهاردنس يعني الصوديوم البوتاسيوم ما رح تسوي هاردنس بالتأكيد فمن نحتسبها نحتسب هذولة الثلاثة لاحظ أنه يوصلون إلى 10.7 إذن التوتال هاردنس 10.7 ننتبه مجموعهم هنا مجموعهم هو 10.7 فالتوتال هاردنس 10.7 يعني هذه العسرة الكلية الآن أريد أحسب العسرة الكربونية قلنا العسرة الكربونية هي تفاعل حاول تركزوا إياي هو تفاعل واحد من آيونات الكالسيوم واحد من آيونات اللي يسبب العسرة واحدة من الآيونات اللي يسبب العسرة يعني نابه هذا المثال واحدة من الكالسيوم أو الماغنيسيوم أو الآيرن أو مجموعة منهن مع عنصر كربوني العنصر الكربوني طبعاً هنا هو HCO3 فتفاعل واحد من ذني الآيونات مع البايكاربونيت ممكن نشوفه بسهولة ممكن نشوفه بسهولة أنه تقريبا البايكاربونيت هنا 4.3 البايكاربونيت هنا هو 4.3 قسم من عنده أخذ الكالسيوم وقسم ضئيل صغير كلش هو أخذ الماغنيسيوم إذن الكاربونيت هاردنس هو 4.3 الكاربونيت هاردنس هو 4.3 طبعا مثل ما قرأت قسم كبير منه هو راح يكون على شكل CAHCO3 CAHCO3 يعني كالسيوم بايكاربونيت بيكاربونات الكالسيوم وقسم ضئيل راح يكون على شكل ماغنيسيوم بايكاربونيت بيكاربونات الماغنيسيوم ولكن كلهم الكاربونيت هاردنس العسرة الكاربونية راح تكون كلها هي عبارة عن 4.3 الآن النان كاربونيت هاردنس واضح النان كاربونيت هاردنس إلى حد هنا الهاردنس إلى حد هنا الهاردنس وإلى حد هنا الكاربونيت هاردنس فالنان كاربونيت هاردنس راح تصير 10.7 منص 4.3 10.7 منص 4.3 هذه هي طريقة حساب الكاربونيت هاردنس والنان كاربونيت هاردنس عن طريق الملي اكوبلنت ترليتر بار تشارت فأعتقد أتوقف هنا حتى أكمل إن شاء الله على المحاضرة الجاية خلي نشوف وصلنا إلى هذا المثال كمنا إذن نفس الخطوات هنا إنه نحسب total hardness والالكالينيتي نستخرج الكاربونيت هاردنس والنان كاربونيت هاردنس لأن راح نشوف فيما بعد طبعا السؤال يجي ليش إحنا ليش إحنا نحتاج نفصل أو نعرف كمية الكاربونيت هاردنس والنان كاربونيت هاردنس وبعدين راح نيجي نفصل في هذه الكاربونيت هاردنس أكو كالسيوم كاربونيت هاردنس أكو ماغنيسيوم كاربونيت هاردنس وليش نريد نعرف النان كاربونيت هاردنس وهم نفصل بيها أكو كالسيوم نان كاربونيت هاردنس وماغنيسيا منان كاربونيت هاردنس راح نشوف بالمحاضرة الجاية انه كل واحد من ذني التراكيب يحتاج مقدار محدد من الكيميكلز اللي نستطيع من خلال اضافتها ازالة العسرة فاتوقف هنا واكمل اياكم على المحاضرة الجاية ان شاء الله تحياتي لكم